اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والروعة والإبداع معنا صديقنا عمر والذي يهو الإلقاء خلونا نتعرف عليه ونصغل حروف اللغة وكلمات عذبة من إلقاءه ومعنا اليوم الموهبة وخلونا نتعرف عليه إيش اسمك يا حلو؟ عمر سعير باش نبدو ما شاء الله كم عمرك عمر؟ 13 سنة 13 سنة؟ ما شاء الله العمر كله تدرس صف كم؟ 6 بتدائي ما شاء الله طيب إيش موهبتك اليوم يا عمر؟ فن الإلقاء فن الإلقاء؟ ما شاء الله طيب متى بدأت؟ يعني حسيت أني عندك هذه الموهبة؟ من سنة ثانية من سنة ثانية؟ من سنة ثانية؟ أعرف أي موقف يعني اللي سويت متى عشان يعرف أني عندك هذه الموهبة؟ أنا كنت أدرس في ثانية أخذوني أكون مقدم للطابوع ما شاء الله فلما شاف فلما شافوني أعجبوا وكلمواها لي وأعرف أخوي ونمى الموهبة يعني هو اللي ما شاء الله نمى لك الموهبة هذا وأعلمك هو عنده هذه الموهبة طيب أيو أخوك عنده فنة الإلقاء كمان ما تتبادلوا في البيت تتدربوا مع بعض؟ أيو نتدرب بعضنا حتى ما شاء الله يسوي يعني ما شاء الله دورات وكذا ما شاء الله ما شاء الله بيعطى دورات أخوك ما شاء الله ما شاء الله طيب أنت من فين بتأخذ الإلقاء؟ بتشوف أشياء ولا بتقرأ من الكتب ولا بتأخذ من النت؟ المواضيع اللي تلقيها يعني من مقدمة برامج من مقدمة برامج يعني تتابع على اليوتيوب برامج وتلفزيون بتأخذ منهم؟ آه برامج تلفزيون تتابع مين طيب؟ أتابع أحمد الشقاري ما شاء الله ما شاء الله بتستفيد منهم؟ تقلدهم؟ ولا بتأخذ من طبعا يا عم؟ يعني تأخذ منهم كذا فكرة بتأخذ منهم فكرة أأخذ الأفكار تأخذ الأفكار ما شاء الله ما شاء الله قلت لنا كمان أنك مطلع على الكتب أو أنا أحب تقرأ المين؟ أحب أقرأ كتب الروايات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خدمت كتب أو لسه؟ خدمت كتب ما شاء الله كم كتاب قرأت إلى الآن؟ قرأت في موسم المردسة كتابة كتابين؟ خلصت كتابين؟ ما شاء الله خلصتهم تماما؟ ثاني تجارب جعوية ناجحة كان 100 صفحة ما شاء الله طيب مين الكتاب اللي تحب تقرأ لهم؟ ما أحب أقرأ من كتاب معينين بس أكثر بس اللي يعجبني في الماء في فنه الشيخ أحمد العريف ما شاء الله ما شاء الله حتى نحن صراحا معجبين به طيب ما قلت لنا مين في البيت أكثر واحد بشجعك غير أخوك؟ يعني أمك أبوك؟ أختي أختك؟ ما شاء الله بتتكلم في البيت؟ بتقول كده بتعطيهم إلقاء؟ ما يطفش وقول لك خلاص زعشت أنا وكده؟ لا يعني ما شاء الله هي تكون أصحتك إذا غلط أو شي هي تقول لك ما شاء الله يعني بيعطوك تعليمات؟ نعم ما شاء الله طيب انت فين حاب توصل؟ يعني ما تكبر وتتخرج إيش حاب تكون؟ حابة كدنا ببرامي التلفزيونية آه زينا نحنا يعني إن شاء الله نشوفها كنت تستضيفنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله طيب نبنشوف شيء القائم جهز شيء أنت عندك شيء نبنشوف موهبتك يلا سمعنا أوقف كده ولا حاب أنت جالس؟ أنا واقف يلا أوقف فاطر أنت واقف؟ يلا الحمد لله الذي بنعمتي تسم الصالحات الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات فله الحمد من أخزائن البركات وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات وله الحمد عدد الحركات والسكنات أما بعد أصدقاء الآزة سأحدثكم بقصة على القرآن الكريم يروى أنه في إحدى العصور كان هناك ملك عمل عزومة لخدامه فبعد العشاء وضع بجانب كل واحد مصحف ومبلغا ماليا في ظرف ذهب إلى الطباخ قال أتمنى لكن الفلوس ستساعدني المصحف لن أقدر أقرى لأني أطبخ جائمي رحل عند الحارس قال له أنا حراسة وأنت بالقصر ما بقدر أخذ المصحف لازم أخذ المال راح عند آخر واحد هو راعي غنم فقير قال له أنت أكيد بتأخذ الفلوس علشانك فقير تشتري بها حدا غال حداك تشتري بها كل أهلك قال له لا بأخذ المصحف قال له ليش؟ قال له علشان أمي قالت لي لا تترك مهما بلغ عمرك حتى تموت فلما أخذه راح الدار بدأ يقرأ منه وصل له صفحة لقى فيها ظرفين فتح الظرف الأول فيها أضعاف المبلغة اللي كان في وجود في الطاولة فتح الظرف الثاني لقى فيه وثيقة إن بيورث الملك بعد بوته إلى هنا انتهينا باختصار بنعتصم بحبل الله لأنه يضيع الله وأماله ما شاء الله تبارك الله صراحة تحية وصفقة ما شاء الله نشوفك ما القراءة إن شاء الله مستقبلا لا لا ما شاء الله عندك فن الإلقاء فعلا عندك فن الإلقاء إن شاء الله لك مستقبل باهر بإذن الله طيب فن سمعت القصة هذي قريتها ولا سمعتها قريتها 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 ما شاء فيه في النت في الكتاب على الواتساب فن؟ على الواتساب على الواتساب وعجبتك القصة حتى نحنا عجبتنا القصة طيب أنت تاخذ بنصايح القصص ولا تاخذ من البصائح طيب أعطينا النصيحة من الأخطة إن كان كتب ولا كان قصص أو أي شيء أعلق في راسك أعلق في راسي أعم لا تجري الرياح بما تشتهي السفر أعم شفتي حتى حكم تطلع منه إن شاء الله أشبك مطلع إن شاء الله تبارك الله طيب أنا سمعت أن أنتوا كمان تحب الروايات صح؟ أعم طيب إيش أكثر رواية أنت تحبها؟ رواية جزيرة الكنز جزيرة الكنز جزيرة الكنز إيش تحكي أعلمت جزيرة؟ إن فيه ولد كان يعيش هو أمه في فندق وكانوا هم الشغالين أبوه كان مشغول إلين إن جاء شخص غريب بعدين اكتشفوا أنه قرصان دخل وصارت معه قصة طويلة فراحوا يبحثون عن شيء اسمه قبضة فلنت فلنت هذا القرصان اشتغلوا مع عمال بقوا وتموا يدورون اكتشفوا أنه اللي دفن معاهم الكنز هذا القرصان قتلهم علشان ما يكشفون بالأمر فلما وصلوا لقوا الكنز وكان فيه واحد قائد من تبع هذا تبع القرصان فلما راح الولد هذا رجع قالوا له كان اسم اللي راح جونس ليفر قال له هم أخذ أخذ حصته وراح وهذه القصة سووا عليها أنمي كريم ما شاء الله سووا عليها أنمي مطلع أقول لك كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله طب أنت ما فكرت أنك تكتب شيء من عندك تكتب رواية أو شيء نا ما قد كتبت رواية قل كتبت قصة قصيرة كتبت قصة قصيرة كتبت قصة قصيرة طب عزم تقول لنا هي حافظها ولا لازم تقراها نسختها من قصة صاحب الجنتين نسختها بالكامل ولا أضفت عليها من عندك لا لا نسختها بالكامل نسختها عنيش تتكلم باختصار تتكلم عن إن فيه واحد كان معه هو أخوه معهم مزرعة الأول كان طيب وحياته بسيطة الثاني من كثر بخلة كانت عنده مزارع كبيرة وبينها نهر فياو والله لك سمي بصاحب الجنتين جاد أخلي إله صاح أخو قال له ما شاء الله عريقتك حلوة أحمد الله قال له أحمد الله لماذا إذا كانت القيامة بتقوم لكان كان معي أفضل منها قال له كفرت بالله قال له لا ما كفرت فبعد فبعد ما رجع برجعوا للديار دعا 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 قال أسأل الله أن يرسل عليها حاصل لما راح لما راح اليوم الثاني صاحب الجنتين ما نقال لهم نقال كلها مهدومة سبحان الله صح هذا القصة ما شاء الله ويش تستفدت أنت من هذا القصة استفدت أنه المعاصي لا تجيب الصح ولازم نحمد الله على أقل شيء لأنه في ناس يعني أقل مننا صح طيب كذا جادور إيش يا فاطمة هدية جادور هدية متحمس على الهدية طيب معنا هدية إيش تتوقع تكون في الهدية كتاب كبير لا مزع إيش تتوقع تكون في الهدية ما تدري إن شاء الله تكون لعبة أو حاجة تعجبك بإذن الله إن شاء الله فضل معنا الهدية طيب طبعا الشعير إحنا مرة مبسطنا واستمتعنا معاه وما كان ودنا صراحة نوقف من القصص ونوايات هذه حقتك بس جاء وقت إيش؟ جاء وقت أنه نختم للأسف طيب استمتعنا كثيرا مع صديقنا ومع ما قدمه لنا من إبداع رائع نشكره لحضوره هنا في أستوديو الأبطال ونقول لكم إنتو كمان إذا عندكم أي موهبة في أي مجال يمكنكم أن تكونوا هنا معنا في أستوديو الأبطال ومازال لدينا العديد من المفاجآت انتظروها سنعود لكم لكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة